انقذ 13 شخصاً بينهم ثمانية أجانب بعد يومين على غرق مركب سياحي في أندونيسيا مضطر بعض السياح إلى السباحة كيلومترات حتى بلوغ جزيرة بركانية وشرب بولهم وكان سائحان إسبانيان ليازالان مفقودين بعد أن ضربت عصيفة المركبة الذي كان يقل 25 شخصاً بينهم 20 أجنبياً وأربعة من أفراد الطاقم ومرشد سياحي أندونيسي قبل أن يغرق السبت بين جزيرتين لومبوك وكومودو الصغيرتين قرب بالي هرع أفراد الطاقم إلى الركاب صارخين أخرجوا من هنا أخرجوا الوضع خطير جداً وكنا نحن في مقصورات النوم فخرجنا ورأينا الماء يملأ الأرض وغالباً ما تشهد أندونيسيا حوادث زوارق علماً أنها أكبر أرخبيل في العالم وغرق مركبان في تموز يوليو في أميك مختلفة في الأرخبيل ما أدى إلى مقتل 36 شخصاً على الأقل غير أن غرق العبارات التي تنقل سياحاً أجانب نادرة في الأرخبيل الذي تجذب شواطئه الرائع الملايين من حول العالم سنوياً موسيقى 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 موسيقى